والله يا شباب ماليكم عليها حلفان قاعد في الوردية الليلية مبارح فقلت أتابع الأخبار الراضية أشوف إيه اللي بيجرى في الساحة وإيه مباراة النهاردة ممكن تكون بس مباشرة على فيسبوك فاكتشفت إن أرسنل عنده مباراة في الـ FA Cup مع أن يكسل الفريق العنيد مع ستيف بروس اللي بيتكتل دفاعيا ودي أزمة لنا لما باللعب الفرق اللي بتتكتل دفاعيا وفي التحول بتاعها سريع فقلت إيه ده إحنا لسه مكملين في بطولة إحنا لسه بنفس على لقب طبعا أرسنل هو صاحب الرحم القياسي في الفوز بكاس الـ FA Cup وعشان كده قلت بقى لأ ده مطش حلو لازم نتفرج عليه دورت في البس المباشر كل البس كان رايح لبرشلونة وكله كان رايح للزمالك في اقترات الصراحة أفكين من برشلونة وأتفرج على الزمالك وقلت لما أرجع تاني يوم أشوف الهايلايتس من التلفزيون البولاندي بيقول إيه وبيحكي إيه في المئة وعشرين ديئة اللي حصلت في أرسنل ونيوكاسل فقبل ما أبدأ في التفاصيل أحب أشكر كل واحد سألني ليه ما نزلتش بعد المباراة على طول الحلقة أحب أشكر كل واحد بيدعمنا قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة ياريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة دعموكم باللايك بيفرق كتير جدا في نشر المحتوى فما تبخلوش علينا وفي نفس الوقت لو عندكم أي سؤال أي استفسار عن أي حاجة في أرسنل الفترة الحالية ياريت تسيبوهنا في الكومنتات أرتيتا بيفوز إحنا ماشيين كده بنفوز يا جماعة بعد ما كنا بنوزع نقط وتعالى أنت قايل للسقود أنت خلاص هتنزل التشامبينشيب لا تعالى قبل لي خد نقطة لا دلوقتي أرسنل ما بيحلش وست بروم 4-0 في الجولة اللي فاتت في الدورة الإنجليزي نيو كاسل 2-0 وفرقتين على فكرة صعبين احنا بنواجه صعوبة مع الفرق اللي بتتكتل دفاعيا ومتتحول لو جينا بصينا ورجعنا على ماتش زي ماتش لستر سيتي احنا مهاجمين ميسيطرين واحد من أجمل المباريات اللي عملها أرتيتا لكن خطأ سازج جدا من نص الملحب الكرة بترتد علينا وجول الفردي في الدقايق الأخيرة ماتش زي ويلفر هاملتون ويلفر هاملتون عملوا علينا ماتش عالم يا جماعة احنا مسيطرين احنا مهاجمين هم يتقدموا هم يروحوا هم يحرزوا جون هم يكسبوا في الدقايق الأخيرة وده هو في نفس الوضع مع الأندية اللي بتلعب بالتكتل الدفاعي بسببين أول سبب هو إن أرتيتا مش قادر يلاقي خطة يطحن بيها أو يسيطر بيها على الفرق المتكتلة دفاعيا يسيطر إيجابيا تاني نقطة إن احنا بنعتمد قصاد الفرق ديت على الاستحواز والاستحواز كان في وقتها استحواز سلبي لكن انبالح لا استحواز إيجابي متنوعين جدا سميسرو يا جماعة حنيجي لما نيجي للتكشيلة حنتكلم على كل واحد لينو في حراسة المرمة الحقيقة بعد الكاث بتاع الدرع الخيرية اللي وقف فيه مارتنيز تكلمنا وقلنا إن مارتنيز هو اللي استحق المكانة الأساسية بفرقة أرسنة بسبب صعوبة لينو بعد خروج مارتنيز لأستون فيلا وتواجد لينو وظهوره بشكل أكتر من مميز الرجل المسلم دوت يا جماعة مش متخيلين أو الناس اللي بتهاجم لينو مش متخيلين كم الفرص الكبيرة المحققة والتسجيل قديه هو أنقذها لكم أن تتخيلوا مباراة أي مباراة ليتز يونايتد اللي امتهت 0-0 الرجل دوت شايل بالزبط أربع تصويبات من خارج منطقة الجزاء من تقريبا من رودريجو مورينو ومن بامفورد ومن هاريسون تصويبات في السوكا في الزوية التي يسكن فيها الشيطان الرجل اللي النهاردة في ديئة تسعين بينقذ أرسنل من فرصة الخروج وبيأهلوا بعد كده في ديئة تسعين كورة سلسية من ناحية اللي مين بيتصدلها لينو بيرجع تصدلها تاني ومرة تالتة بيمسك الكورة ده في ديئة تسعين ربع في خط الظهر سيدريك سواريس في ناحية اللي مين في ناحية الشمال كان متواجد كيران تيرني فابلو ماري علي مينو وديفيد لويز وهنا نقطة لو جينا بصينا على مباريات ليفربول على مباريات عفوا أرسنل من بداية الموسم وبالتحديد في لقاء زي لقاء أستنفلا لقاء ليفربول هنلاقي ان احنا عندنا مشكلة لما الكورة بتتعرض من النواحي العكسية من قبل منطقة الثمنتاشر المربع اللي قبل منطقة الثمنتاشر الكورة اللي بتتعمل عرضية على الناحية العكسية ما بتلاقيش أي حد مكمل ما بتلاقيش حد مغطي الكورة دي تتكررت في ماتشنو يكسل امبرح أكتر من مرة وكان مهاجم نيو كاسل كان حيحرز هدف في الشوت التاني من نفس اللعبة طبعا مش هنتكلم على ماتش زي ماتش أستن فيلا اللي دخل فينا أكتر من جون من خلال اللعبة ديت وبالتحديد الجون الأول وهكذا ليفربول الجون بتاعه ماني الأول فاحنا عندنا مشكلة في التخطير العكسية لما الكورة بتتعمل من قبل مربع الثمنتاشر دي مشكلة مش لقيلها حل يعني بنلاعب هكتور بليرين المشكلة بتتواجد بنلاعب سيدريكس واريز المشكلة بتتواجد ميتلاند حلاوة المشكلة بتفضل موجودة فمش عارف هل ده سوء مثلا تصبيت من أرتيتا ولا ده سوء من اللعبة أو مش فاهم مش قادر أوصل لكده لأن الناحيتين بيحصل فيهم كده وإن كان الناحية اللي مين أكتر اتنين قلوب دفاع عودت ديفيد لويس وجنبه بابلو ماري وناس كتير بتسأل على بابلو ماري هل بابلو ماري استحق فرصة للمشاركة ولا لا الحقيقة إن بابلو ماري لعب مميز وعنده ميزات كتيرة أولهم قوته الجسمانية ما بتخلهوش يقدر مثلا إن هو يبقى عنده المرونة لكن بيعوض النقطة ديت في حتة السرعة لو جينا نقارن ما بين بابلو ماري وهولدنج في نقطة الضغط على حامل الكرة هل لقوا إن هولدنج عنده نقطة سلبية وهي التراجع لما تكون واحد على واحد داخل عليه وبالتالي بيمنح الوقت والمساحة للاعب الخصم المهاجمين إن هم يفكروا هيعدوا منه علمين على الشمال ياخد التسديدة زي ما حصل في ماتش توتنم وهدف سون أما بابلو ماري فهو مميز جدا إن هو ياخد القرار في أقل من ثانية في وقت سريع جدا ويضغط على حامل الكرة وياخد ويقتنس الكرة ودوة اللي بيميز بابلو ماري عن مدافعي أرسنل في الوقت الحالي جابرييل مارتينيلي ديفيد لويز أو حتى هولدنج وأنا بفضل إن بابلو ماري يبدأ جنب جابرييل وإن كان الاتنين بيلعبوا برجلوم الشمال بس ما فيش مشكلة خالص خروج صليبة طبعا ده علامة استفهام كبيرة لنيس وإن كنت عملت حلقة هنا عن أمريكاته أرسنل وتوقعت خروجه وأرسنل بخروج صليبة قدر إنه هو يطنس أو يحافظ أو يكتسب أربعين ألف جنيه سترليني في الأسبوع بخروج كولاسيناتش وصليبة قدر إنه هو يجمع مية ويوفر مية واربعين ألف جنيه سترليني في الأسبوع وده هو الرقم كبير نيجي لنص الملعب النني أنا مش قادر أفهم ليه المشجعين العرب لنادي أرسنل أو محبي كرة القدم ومش متابعين أرسنل ومش تابعين محمد النني وشايفين إن النني أقل من أرسنل شايفين إن النني لعب على قده شايفين إن النني ما بيقومش بأدواره النني مش اللعب الواو في نص الملعب وتكلمنا هنا أبتر من مرة لكن الرجل دوت لما بينزل في نص ملعب أرسنل وحالته موجودة واللعيبة اللي جنبه بيبقوا في الفورمة الرجل بيقدي بشكل مميز جدا لدرجة إن النني إمبارح كان آخذ تقييم ما بين شوطي المباراة السبعة وستة من عشرة وهو أعلى التقييم للاعب في أرسنل إمبارح لو جينا نبص مين اللي جنبه اللي جنبه كان وين لوك طب هل وين لوك هو نص ملعب ولا نص ملعب مهاجن ولا بيلعب جناح ولا بيلعب رقم عشرة الطريقة كانت على الورق 4-2-3-1 لكن كانت بتتحول 4-1-4-1 إنني هو الأشاش هو الدبابة في نص الملعب إلى حين عودت توماس بارتي وأخذ وقت بعد غيابه الماطش اللي فات عن ماطش وست بروم في الدوري وثلاثة في الخط الأمامي نيلسون اللي نزل على حساب مارتينيلي اللي أصيب والحقيقة هنا أكثر من مليون عالم تستفاهم على واحد زي نيلسون نيلسون واحد من المواهب الشابة اللي كانت بتتم مقارنتها مع سانشو لعب دورتو مندحالي إنه هم دول مستقبل الكرة الإنجليزية في الوقت دوات الراجل خرج فعلا للدور الألماني وعمل موسم أكتر من رائع في ألمانيا راجع مرة تانية لأرسنل الراجل ما بدأش يشارك بدأ الفريق يقع فيه نتائج سلبية بدأ ينزل في أوقات صعبة ما يقديش بشكل جيد وبالتالي الراجل فقد الثقة في نفسه طب الحل إيه عمارتيتا قدامك حل من اتنين يا إما تدي نيلسون في مباريات تكون أنت متطمن فيها أن الفريق لقصادك سهل وده يتمستحيلة طبعا في الدور الإنجليزي أو كاس انجلترا النقطة التانية أن أنت تخرجه أعارة وأنا أرجح أن لازم لازم الرئيس نيلسون يخرب أعارة لأي فريق إذا كان في ألمانيا أو في الدور الإنجليزي أو في الشامبينشيب لأن الولد بدأ يفقد الثقة في نفسه هو فقدها كان متواجد في نص الملعب في مركز عشرة بقى كابتن ويليان عودة ويليان من الإصابة أو عودته من التريحة والحقيقة هنا مش عارف ويليان مش عارف هو كان لازم أنه هو يديله طبعا دي حاجة مفروغ منها كان لازم أنه هو يديله في في ماتش زي ماتش نيوكاسل عشان يرجعه مرة تانية ويقرفنا في الدوري بعد سلسلة النتاج الأجابية اللي عملها ريسميس روي واللي عملها ساكة في أرسنال في الدوري الإنجليزي فكان لازم أرتيتا يشغل ويليان ويليان الحقيقة لما عملت حلقة في أمريكاتو أرسنال قبل الموسم اتكلمت وقلت أن ويليان ليه مميزات ممكن يضيفها لأرسنال أولا أن اللعب بيسدد تزديدات كويسة جدا ومعدل تزديداته على المرمى كبير الراجل خبرة في الدوري الإنجليزي الراجل قائد من كباتن وكابتن من كباتن نادي تشيلسي فعنده الخبرة عنده القدرات عنده الشخصية اللي تخود الفريق لكن اللي أنا شايفه لحد دلوقتي تزديدتين في خلال 16 جولة على مرمى الخصوم في الدوري الإنجليزي في السيكسيار دا أو في منطقة 18 بتجيه لكور كتير كتير جدا الراجل بيجليها في السماء زي إمبارح مثلا في الشوت الأول جات لكورة داخل منطقة الجزاء بيحطها في السماء بعد ما ارتدت من تصوبة أوبام يانج مفيش خالص مفيش أسس يعني بخلاف ماتش فولم في فتحية الدوري الإنجليزي وويليان ما عملش أي حاجة تذكر وبالتالي أنا برشح أني لازم لازم لو هتلاعب حد يكون على حساب ويليان إذا كان جناح يمين أو في نص الملعب في نص الملعب مفروق منها اسميس روي لكن بتكلم عن الجناحة اللي مين لازم يتواجب الرجل اللي بدأ يفقد بريقه ويفقد الثقة بشكل كبير ودوة تراجع لتواجد ويليان أنت لما يكون لعب شاب عندك هتجيب له لعب كبير ويقدي كويس هتلاقي الشاب دوة وهوي كده وبقى حاجة في الملعب بقي بقى حاجة خيالية في أرض الملعب لما تكون لعب صغير وتجيب له لعب كبير لكن أداء ووحش وبتدي اللعب الكبير اللي أداء ووحش على الجوهرة الصغيرة الجوهرة ديت هتتحول بنها تبقى قطعة إزاز ودوة اللي حصل مع نيكولاس بيبي نيكولاس بيبي لازم ياخد على حساب ويليان أنا ضد مشاركة ويليان في الدوري خلاص أنا شخصيا فقدت الأمل في واحد زي ويليان أنه هو يديني حاجة في أرسنان وبالتالي لازم بقى تدي للعائل الصغيرة تدي للشباب تدي للعيبة اللي دفع فيها مصاريف دفع فيها ملايين على النحية كان متواجد أوباميانج والحقيقة أن أوباميانج كان قائد الرجل أخيرا جاب جون في الدقيقة في الدقيقة مئة وعشرين عشان يحقق الهدف التاني ويوصل بأرسنان للأدوار اللي بعد كده أرتيتا بدأ اللقاء أربعة واثنين تلاتة واحد بتتحول لأربعة واحد أربعة واحد لكن في الشود التاني الرجل اكتشف أن فريقه ميت خالص ميت هجوميا وميت دفاعيا فالراجل قرر أنه هو يعمل تغييرة من تغييرات بخروج نيلسون ونزول سميس روي وتحول وليام على عدلته ونيكولاس على النحية العكسية ويبدأ سميس روي يلعب كرقم عشرة أخوي عبدالله في الكومنتات على اليوتيوب سألني سؤال وقال لي هل سميس روي لاعب كبير لاعب نقدر نعتمد عليه ولا أرسن فعلا محتاج لاعب رقم عشرة على سميس روي إحنا كمهير أرسنال بنحب نعمل من لعبتنا الصغيرة اللي بتتوهج نعمل منهم حاجة كبيرة بدأنا نقارن سميس روي مع كيفين دي بروين بدأنا نقارنوه مع ميسي بدأنا نقارنوه مع أكتر من اللعب في الدار الإنجليزي دوت ما بيننا وما بين بعض طبعا هزار وضح لكن في المجمل ما تقدرش تحكم على لعب من ثلاث لخاءات أرسنال كان عنده مشكلة في مركز عشرة في الموسم دوت وفي آخر الموسم اللي فات بسبب مشاكل أزيل وبسبب غياب أزيل عن الفورمان سميس روي ظهر بشكل كويس جدا الرجل أحرز الهدف الأول النهاردة هدف نسخة تبق الأصل من هدف ساكة في مرمى الهدف الأول خروج لكازت من خارج منطقة الجزاء تمريرة من ساكة لكازت ساكة بيتحرك لكازت بيديها لسميس روي بيتحرك بيديها لساكة عشان يحرز الهدف نفس الطريقة ونفس اللعبة تقريبا اتعملت خروج ساكة من خارج منطقة الجزاء يستلم الكرة ويسلبها مرة تانية لسميس روي اللي بيعرض عرضية وسروب باص عشان يحرز عشان يحرز عفوا ساكة بيخرج من منطقة الجزاء بيستلم الكرة من سميس روي وبوصيها لسميس روي عشان يستلم ويحطها على يمين حارس مارمن يكسل عشان يتقدم واحد سلط سميس روي اللعب كبير لعب طينة كويسة اللعب عنده كتير يدي الأرسنال اللعب خم عشرة ممايز جدا في تحرقاته ينقصه القوة البدنية ينقصه قوة التدخلات ديها الحاجة اللي بينقصها اللي بتنقص في سميس روي واللي بيحتاجها كتير لكن هل اللعب وحش؟ لا اللعب مش وحش اللعب محتاج مباريات عشان نحكم عليه حكم نهائي عشان نبني عليه هل احنا محتاجين مركز عشرة ولا مش محتاجين مركز عشرة مع تواجد سميس روي قولنا في الكومنتات شايفين ان احنا بحاجة الى مركز عشرة ولا لأ في الشوت التاني ارتيتا لقى ان نص الملعب تاهم منه وضع منه مع فريق زي انه يكسل فقرر انه هو يطلع ولك اللي ما ظهرش اطلاقا وينزل تشاكة بحيث تتحول الطريقة بالتأمين الدفاعي لمحمد النني وبتزديدات وانطلاقات تشاكة اللي ظهر في هدف التاني لأرسنال اللي احرزه أوبامينج الراجل بري اسست بيعمله ليه تيرني اللي عملها سرو باس عرضية لأوبامينج اللي كانوا واحدة عشان يحرز الهدف التاني وهنا حنيجي لنقطة تانية وانفجار كيران تيرني ايه اللي حصل الاول كنا بنشوف كيران تيرني بيلعب قلب دفاع تالت حاليا الرجل بينطلق الرجل بنشوفوه مش باك بنشوفوه وينج الرجل بيعمل كل حاجة في التلت الهجومي الصراحة احنا ضيعنا سلتاشر جولة واربعتاشر جولة بنتفرج على تيرني كقلب دفاع تالت في حين ان انت عندك ظهير عصري عم ارتيتا ودهت نقطة تحملها ارتيتا وكويس ان هو متابع وقرى الجيمز اللي كان بيلعبها والمبارات اللي كان بيلعبها وحس ان في حاجة نقصة في الناحية الشمال بتاعته او في الانطلاقات في الطرفين فبدأ كيران تيرني نشوفو امكانياته نشوفو قدراته الرجل اسكوتلندي رجل حماسي ما بيهتمش بقى اي حاجة في ارض الملعب غير بالكورة بعدها على طول الرجل قرر ان هو ينزل لكازيت بحيس يشوف بقى ايه الدنيا ماشية ازاي وفين والرجل يدي لكازيت واحد من افضل اللعيبة في المبارات الاخيرة والجوالات الاخيرة في الدوري الانجليزي اللقاء بينتهي افنين سفر لارسنال عشان يسعد للدور القادم ويقصي انه يكسل الفريق القوي العنيد مع ستيف بروس الفريق اللي بيتعتمد على التكتل والضغط المخفض ويلعب على المورتال دات لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملون لايك وشيبوا وسبسكرايب للقناة سلام